مع تفش فيروس كورونا في مختلف الدول وبسرعة قياسية أصبحت تجديد على طرق الوقاية والممارسات الخاطئة ضرورة أول خطأ نرتكبه كأفراد الاعتقاد أننا في مأمن من الإصابة ونستمر بالتواصل عن قرب مع الآخرين إضافة إلى زيارة الأماكن المزدحمة خلال فترة الابتعاد الاجتماعي كذلك من الخطأ نتجاهل الأفراد الذين لديهم قابلية أكبر للعدوى إجراءات الوقاية والحج الصحي ونقصد هنا الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة وكبار السن والمدخنين أيضا من الخطأ السير وراء نظريات المؤامرة والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس المراجع الرسمية التي تواضب على تقديم نشرات التوعية وإرشادات السلامة تعاطي أدوية خاطئة من دون وصفات طبية من الأخطاء الخطيرة أيضا حذرت المراجع الطبية من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد ومن غير الصحيح أيضا البحث عن العلاجات البديلة أو الطبيعية عوضا عن الالتزام بالحج الصحي إلى جانب اعتماد نظام غذائي غير متوازن مما يؤثر سلبا على جهاز المناعة وكذلك عدم تنفيذ التوصيات الصحية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية كلمس العينين والأنف والفم واستخدام المنديل الواحد أكثر من مرة وملامسة مقابض الأبواب والأسطح من دون تعقيمها وتبادل الأدوات الشخصية أيضا المبالغة في استخدام الكمامات والقفازات وتخزينها صعب هذا السلوك إمكانية حصول المرضى ومقدمي الرعاية لهم على الكمامات والقفازات أيضا التزام كل فرد منا بشكل كلي بالإجراءات الاحترازية مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى ومن ثم واجب مجتمعي لحماية أنفسنا والآخرين ينضم لنا الآن من عمان استشارية الأمراض المعدية والفيروسات الدكتور فارس البكري دكتور فارس أهلا بك معنا استعرضنا الآن ربما بعض الأمثلة من بعض الممارسات الخاطئة والاعتقادات الخاطئة التي ما زال يمارسها ويعتقد فيها ويصدقها الكثيرون هل لك ما تضيف دكتور فارس على ما استعرضناه هذه الأمثلة يعني أحب أن نوكل في إضافة إلى ما ذكرتيه إلى غسيل اليدين المتكرر يعني غسيل اليدين يعتبر من أهم عناصر الوقاية حتى عندما نلمس شيء وثما نلمس وجهنا أو عيننا ينتقل الفيروس فيجب أن نقصر يدينا قدر المستطاع لا يوجد عدد لكن كلما نعتقد أنه يوجد فرصة للغسيل نقوم بذلك بالماء والصابون أو بمادة كحولية ما تفضلت بي عن الدخان أكيد نحب أن نؤكد عليه أن الناس الذين يدخنون عندهم أعراض أكثر مضاعفات أكثر في الكورونا فهذه فرصة مناسبة لترك الدخان وكما قالت نظمة الصحة العالمية ليس متأخرا أن نترك الإنسان الدخان يستطيع أن يلمس أثار ممتازة على الجهاز القلب والتنفسي وهذا يحميه من الإصابة بمضاعفات في الكورونا وأحب أيضا نؤكد عن التباعد الاجتماعي عندما يزجس إنسان مثلا في بيته أو في مجتماع يبقي على مسافة متر بينه وبين الآخرين هذه كلها أمور ضرورية العناية بالأكل الغذاء الصحي ضروري النوم جيدا هذا يعني يحافظ على جهاز مناعة تقريبا يعني لا يوجد دراسات لكن الناس الذين لا يأكلون جيدا ولا ينامون جيدا عرض أكثر الالتهابات الفيروسية فهذا شيء جيدا يهتم الإنسان بأكله والرياضة والنشاط وترك الإرهاق النفسي نعم دكتور دعنا نتطرق معك إلى نقطة مهمة وهي موضوع التطهير والتعقيم والمعقمات والكحول يعني بالإضافة إلى أهمية النظافة الشخصية ولكن نرى بأن هناك من اتجه إلى رش الكحول والمعقمات على كل شيء ليس فقط على الأسطح على الملابس على كل ما يحد بالشخص إلى أي مدى هذه عادة أو مفهوم صحيح أو خاطئ لا أظن يعني رش الكحول على الملابس شيء جيد يعني صعب جدا المادة الكحولية تغطي كل الملابس لكن هو الخوف أنه مثلا ممكن إذا الإنسان يعمل في منطقة فيها مثل الرعاية الصحية ممكن مثلا نسبة الفيروس قد تكون عالية في البيئة ثم تلتصق في الملابس نعرف أنها قد تأخذ ساعات أو لا نعرف بذل الضبط لكن قد تأخذ ساعات لأيام حتى يتخلص الإنسان منها فينصق في ذلك مثلا تغيير الملابس عند الدخول إلى البيت يعني هذه الملاحظات أما رش الكحول بدون سبب لا ما أظن لكن غسيل الملابس ضروري جدا طبعا طب دكتور ما هي النصائح الأخرى التي يمكن أن تعطينا إياه خاصة نحن الآن نتابع نقلا عن بعض الوكالات تتحدث بأن عدد الإصابات الآن بلغ أكثر من نصف مليون مصاب حول العالم ما هي النصائح الأخرى التي يمكن اليوم أن نلجأ إليها دكتور للوقاية من هذا الفيروس بالإضافة لكل ما ذكرناه يعني الالتزام بالبيت ضروري جدا التزام بتعليمات الدولة بعدم التنقل وعدم التجمعات هذا شيء ضروري جدا 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 ثم الغسيل اليدين الابتعاد عن التجمعات وابتعاد عن الدخان أعتقد أن هذه من هم الرسائل وطبعا متابعة الأخبار الدقيقة يوجد كثير من الإشاعات كما ذكرت قد تشتت الناس قد تجعل عندهم شعور خاطئ بالأمان إذا تناول مثلا طعام معين أو كذا فنعم ننصح الناس بإتباع الإرشادات والتعليمات الصحيحة والمصادر موثوقة جدا شكرا لك على المشاركة معنا